موسيقى طبا مساءكم في هذه الحلقة نتحدث عن الخرطة السياسية في إسرائيل عن احتمالات حدوث تغييرات في الخرطة السياسية في إسرائيل في أعقاب تبرئة رئيس الحكومة السابق أهود أولمرت من التهم التي نسبت إليه والتي أدت في حينه إلى استقالته من الحكومة هناك تحركات هناك تقديرات هناك توقعات بعودة رئيس الحكومة السابق إلى الحلبة السياسية في إسرائيل وبالتالي أن يشكل منافسة جدية لرئيس الحكومة الحالي بن يمين نتنيا حول هذا الموضوع موضوع أخرى سنتطرق لها في هذه الحلقة أيضا ارتباطا بتموز وأولمرت والحرب أو ذكرى الحرب على لبنان معنا في هذه الحلقة الأستاذ عصام مخهول رئيس معهد أميل التومة للأبحاث الفلسطينية الإسرائيلية والباحث أنتون شلحت من المركز الفلسطيني للدرسات الإسرائيلية مدر أولا عصاب مخهول هناك تغير ما في الخارطة السياسية الإسرائيلية أو احتمالات لحدوث مثل هذا التغير ما هو انتباعك مما يجري في إسرائيل يعني حتى الآن لم تنشأ ظروف يمكن القول فيها ناتنياهو إن أولمرت سيعود إلى حلبة أم لا هو بالأمس في خطاب في تل أبيب في جامعة تل أبيب أعلن أنه ليس لا يعد العدة للعودة صحيح ولكن هو ينتظر إلى أيلول أيلول في بعد عليه قضية واحدة في قضية هوليلاند وهو ينتظر الحكم فيها وعلى ما يبدو حسب ما جرى الحديث في إسرائيل أنه في حال أيضا تبرأته من هذه التهمة تهمة رشاوة عمليا سوف يعود إلى الحلبة السياسية نعم هذا صحيح يعني وهناك كثير من القوى التي بدأت أو الأقطاب الذين بدأوا بتملبل من إمكانية نشوء وضع جديد ناتنياهو مثلا الذي يتمتع حتى الآن بوضع لا منافسة فيه حقيقية لتصدره للحلبة السياسية مفاز كرئيس لحزب كديمة وقوى أخرى كانت تبني لعبتها على أساس المساحة القائمة حاليا ولكن في رأيي القضية الأساسية التي كشفتها التطورات في قضية أولمرت كشفت عمق الأزمة الإسرائيلية هناك أزمة سياسية وأخلاقية وبنيوية في المجتمع الإسرائيلي أعتقد أن هذه النتيجة في المحكمة فتحت كل الأبواب وكل الأسئلة على مصاريعها مثلا هناك سؤال هل كانت النيابة العامة جزء من مخطط لإخراج أولمرت من الحلبة السياسية بسبب مفاوضاته مع الجانب الفلسطيني مع القيادة الفلسطينية الجانب الآخر السؤال الآخر الذي يسأل في اتجاه المعاكس هل هذه المحكمة كانت محكمة حقيقية وبمقدورها أن تؤشر إلى أن أي متورط في مثل هذا الوضع كان سيلقى نفس النتيجة التي لقاها أولمرت وستبرأ ساحته والمشكلة أن جميع الأجوبة يمكن أن تكون صحيحة أن جميع هذه الأسئلة يمكن أن تكون في مكانها ويتكشف عمق الأزمة الأخلاقية والبنيوية بما في ذلك في قضية القضاء سنخوض في أسباب والتداعيات وما إلا ذلك حتى أن أولمرت له اتهام خاص في كل ما جرى معه ويتهم جهات حتى أمريكي في المؤامر عليه ولأسكاتو ولكن أنتون أنتون شلحت في البداية كمان أن عودة أولمرت في حال أنه عاد والتضاقعات كما قلنا في البداية أنه سيعود في حال أنه ربح المحكمة في أيلول هذا يشكل أيضا تحديا لنتنياهو الذي حتى الآن لا يوجد منافس جدي وأنا لا أتحدث عن أشخاص وأنا أتحدث عن طروحات أيضا أولمرت له طروحات أخرى تختلف عن طروحات نتنياهو التي من الممكن أن يجند حولها مجموعة كبيرة أو يتخذ مساحة واسعة من المجتمع الإسرائيل الممكن أن يؤيدوا في هذا الأمر هناك قضية أخرى فضلا عن قضية هوريلاند أنه أدين في إحدى هذه القضايا بتهمت خيانة الأمانة أو إساءة الاعتمان ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي في شأنها وفي حال صدور قرار نهائي ودمغه بوصمة عار فإن هذا يحول دون عودته ولذلك المسألة ما زالت تحت علامة استفهام كبرى ولذلك هو نفسه قال أنه من السابق هو مثل ما قال أخي عصام أمس قال أنه لا يفكر بالعودة لكنه لمح إلى أنه ما زال عضوا في حزب كديمة الذي كان من مؤسسي ولكن التحركات أيضا تتجه التخوف من إمكانية عودته نعم التحركات الآن أوصات كثيرة من كديمة توجهت إليه طلبته بالعودة معتبرة أنه الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن ينقذ كديمة ومعسكر الوسط ما يسمى بمعسكر الوسط أو المركز نعم كله ولذلك هذا جعل الحلبة السياسية في حراك متواتر منذ أن تمت تبرئة ساحته مثلا مسألة هذا انعكس على كل ما يتعلق بمسألة تجنيد الحريديم صحيح هناك رحمن يقول أنتون أنه تم افتعالها في الفترة الأخيرة بين حزب كديمة وبين مرتبطة بمحاكمة أولميرت وأنه من المريح جدا نتنياهو الآن أن يذهب إلى الانتخابات من أنه خمس ست أشهر أو عشرة أشهر وعندها قد يكون أولميرت حاضرا للدخول كانت هناك أيضا استطلاعات للرأي العام ما زالت النسبة الأكبر تعتبر أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي رئاسة الحكومة والنسبة الضئيلة تعتقد أن أولميرت هو الأنسب بالنسبة لسؤالك نعم عن الاختلاف في المقاربتين بين نتنياهو وأولميرت يعني مقاربة أولميرت كانت أنه نجري مفاوضات الآن إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى التوصل إلى اتفاق هذا سؤال في علم الغيب يعني مثل السؤال ماذا كان يتم لو لم يتم اغتيال إسحاق رابين ولكن في فترة أولميرت ما حصل هو أنه جرت مفاوضات ولكن أولميرت كان من أكثر رؤساء الحكومة الإسرائيلية الذي استمر في أعمال البناء الاستيطاني بتغول غير مسبوك وهذا هو حزب كديم أنه نجري مفاوضات ونستمر في الاستيطان بينما نتنياهو لا يجري مفاوضات ويستمر في الاستيطان وليس كبيرا يعني بنظرة طبعا بنظرة جامدة إلى الأمور لأن لا أملك جوابا شافيا على السؤال ماذا كان يمكن أن يصفر عن استمرار المفاوضات بين الجانبين هل صحيح أن الفارق لم يكن كبير ما بين أولميرت جار الحديث أن أولميرت وصل إلى مرحلة متقدمة مع الفلسطينيين في المفاوضات يعني إذا نحن من ورائنا تجربة كام ديفيد وبراك يعني وأنا لا أعتقد أن أولميرت كان يطرح يتجاوز هذه المرحلة ربما أقل من ذلك أولميرت سيكون مريحا لمواصلة عملية السلام من دون سلام يعني هذا هذه يعني أنا مؤخرا عندما رحل شمير مؤخرا رئيس الوزراء الأسباق كنت أعتقد أن شمير من ناحية معينة هو التعبير الأصدق عن السياسة الإسرائيلية عن سياسة المؤسسة الإسرائيلية سياسة المؤسسة الإسرائيلية التي في نهاية المطاف إذا كنت تريد أن تسأل إلى أين تريد أن تصل لا تريد أن تصل إلى أي مكان أنا أعتقد أن أولميرت كان سيخلق لو وصل إلى الحكوم سيعيد أجواء جديدة وهذا الشعور أن هناك إمكانية للتقدم في عملية سياسية وأنا أتفق أنه لم يرتقي إلى المستوى الذي يستطيع أن يعطي مواقف يمكن قبولها ويمكن العيش معه ويمكن الحل على أساسها مع الجانب الفلسطيني الجانب الآخر من الموضوع وهو يطرح لذلك أنا أتفق أن نتنياهو سيحاول القفز إلى الأمام سيحاول سرقة الانتخابات أو المرحلة القادمة لأن نتنياهو خالي الوفاة ليس لديه ما يقدمه ويبني سياسته على التأجيل وعلى التسويف وعلى خلق وقائع على الأرض وفي رأيي يعني يستطيع أن يمضي بذلك عدة أشهر أخرى وبعد ذلك سيصدم في الواقع أنه لا يقدم أي سياسة بديلة يمكن أن تكون مرشحة للخروج من الأزمة والأزمة هي ليست أزمة فلسطينية فقط الأزمة هي أزمة إسرائيلية أيضا الأزمة هي أزمة لا تستطيع إسرائيل أن تتحمل وليس فقط الفلسطينيون ولذلك أنا أعتقد أن القضية الأساسية التي تكشف عنها هذه الحالة وهذه العصبية في الحلبة السياسية الإسرائيلية أن إسرائيل موجودة في أزمة أن الإمكانيات الوقت المتبقي لللعب والوقت الذي يمكن إضاعته بعد هو أصبح محدودا وأن هذه الأزمة ستنفجر وأعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة بنيوية شاملة تطال كل مناح الحياة في إسرائيل بما في ذلك الناحية الاجتماعية التي بدأت أنتون جرحت طوال الوقت نحن نقول أن إسرائيل تعيش في أزمة أو نقول في الفترة الأخيرة وأن حتى أن الجمود في المفاوضات هو ليس لصالح إسرائيل في نفس الوقت إسرائيل بالعكس مرتاحة هذه الحكومة من أكثر الحكومات التي تشمل على قاعدة اتلافية برلمانية من حيث التأييد والدعم الجمهور الإسرائيلي يعني كل إصطلاع تقول أن نتنياو هو الذي سيعود إذن أين هذه الأزمة العالم لا يتحرك الأزمة هي أن إسرائيل يعني لا تستطيع أن تتعايش إلى فترة طويلة مع الاحتلال ومع الديمقراطية يعني هنا يوجد خيار واضح وهذا ما يقوله حتى بعض المفكرين الإسرائيليين يعني إسرائيل وصلت إلى وضع يتعين عليها أن تختار إما بين التمسك بالاحتلال وبين التمسك بالنظام الديمقراطي وما يجري في هذه الجبهة في الآونة الأخيرة مثير للاهتمام لأنه منذ أن تسلمت حكومة نتنياو الثانية مقاليد الحكم تجري محاولات مكثفة ومتواترة لتغيير كل المناخ السياسي ولتغيير كل عملية التشريع القوانين ولتغيير تركيبات في المحكمة العليا وغيرها من أجل تكريس سيطرة المناخ اليميني المتشدد على الأجواء السياسية الإسرائيلية بما يعني محاولات إيجاد صيغة من التعايش بين الاحتلال والديمقراطية ولكن بطبيعة الحال ما يجري أيضا في العمق هو أنه يجري التمسك بالاحتلال ويجري تآكل في كل المنجزات بين مزدوجين الديمقراطية التي تم تحقيقها حتى الآن يعني من ملاحقة منظمات حقوق الإنسان من ملاحقة التيارات النقدية في المؤسسة الأكاديمية من ملاحقة الفلسطينيين في داخل إسرائيل من كل الجدل الدائر حاليا حول ما يسمى بالخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية كل هذه الأجواء هي أجواء تؤشر إلى وجود أزمة مسألة ارتياح إسرائيل سياسيا هي لا تحيل إلى هذه الأزمة إنما هي تحيل ربما إلى أوضاع سياسية داخلية ولا أوضاع سياسية إقليمية ولا أوضاع سياسية دولية هذه الراحة ولكن هذه الراحة أنا أعتقد أنها مؤقتة وعابرة ولابد أن تعود إسرائيل إلى السؤال الأساسي المطروح أمامها وهو السؤال الذي يخيرها إما استمرار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وإما اختيار النظام الديمقراطي هل المجتمع الإسرائيلي الآن هو جاهز هو حاضر للطرح الأسئلة السعبة في محاولة للتفتيش عن أجواء حولها يعني حد مثلا قضايا أيضا الاجتماعية الاقتصادية التي أخذت مساحة واسعة في العام الماضي الآن هي في تراجع يمكن يعني جرى الضغط جرى إشاعة حالي من ضد ضد هذه الحراك ولكن في نهاية الأمر يعني هل إسرائيل جاهز الآن ل يعني طرح هذه الأسئلة السعبة في محاولة لإيجاد أجوبة حولها الاحتلال الاستيطان الديمقراطية في إسرائيل كل الوضعية العامة الأجواء العامة في إسرائيل الأجواء أيضا هناك انزيح تام نحو اليمين أصلاب في إسرائيل يعني يعني كيف من الممكن أن يناقش اليمين ذاته هذا هو السؤال أنا أعتقد أن الصورة أصعب مما تصورها يعني صحيح أن إسرائيل أو الاتلاف اليميني يملك هذه المساحة الواسعة على الساحة الإسرائيلية السياسية ولكنه لا يمتلك أجوبة وأنا أتحدث عن أجوبة تتعلق بالتناقضات الداخلية ومن يحاول أن يجيب عمليا يشان ضده عملية تكفير وتخوين أنا أتفق أنه هناك في عملية صدام بين هذا الواقع وبين الإدعاء الديمقراطي وأن المميز الأساسي للتطور في إسرائيل هو أن كلما كان من الأصعب على المؤسسة الحاكمة أن تعطي أجوبة سياسية تحاول أن تقتص من الديمقراطية ومن حرية التعبير ومن المساحة الحيزة الديمقراطية في إسرائيل وهذا يبدأ بالعرب ولكنه لا ينتهي بهم يطار كل أطراف المجتمع الإسرائيلي ما شهدناه مؤخرا في ردود الفعل البوليسية الإجرامية على مظاهرات اجتماعية هو مؤشر إلى أنه عندما تصطدم حقيقة مع القضايا المؤلمة أو القضايا الحقيقية في المجتمع الإسرائيلي تكشر المؤسسة عن أنيابها وتطلق الحرية لأدوات قمعها وهي بهذا لا تختلف عن أدوات قمع أخرى ربما تكون أكثر شراسة قمع من ناحية فساد يطال المؤسسة الحاكمة نحن نتحدث عن رئيس حكومة نحن نتحدث عن رئيس دولة نحن نتحدث عن وزراء ولذلك هذه صفة مميزة للمجتمع الإسرائيلي اليوم هناك تناقض أساسي بين إسرائيل التي تشدد أكثر من أي وقت مضى على قضية يهودية الدولة وبين استمرار الاحتلال واستمرار تحكمها بالشعب الفلسطيني ونشوء وضع إذا كان الخيار تمسك بالاحتلال فأنت تتحدث عن الذهاب نحو أبارتهايد هذا هو السؤال هذا هو السؤال الآن أنا أريد فقط أن أجي في رأيي إسرائيل مضطرة إلى إعطاء أجوبة وهي ليس بسببنا ليس لأحد لنفسها ولكنها غير قادرة أن تختخلق أجوبة حقيقية لهذا الواقع ولذلك هي تصطدم دائما في هذا الجدار إذا كان هذا هو الوضع وهذا هو المأزق فالحل هو أن تضرب الحيث الديمقراطي ومن يدفع ثمن هذا جميع الإسرائيليين ولذلك أنا لا أتفق معك أيضا على أن الحراك الاجتماعي والاحتجاج الاجتماعي يعني هو في تراجع وإنما يغير شكله ويغير مضمونا ولكن زال التراجع من حيث جماهيريت ومن حيث الهجوم عليه ولكن دعني أصامح لهذا السؤال وأسئلة أخرى نعود إلى الحوار ولكن بعد نروح للفاصل مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار معنا في هذا الحوار أصام مخهور رئيس معهد إيميل تومى للأبحاث الفلسطينية الإسرائيلية والبحاث أنتون شلحت من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار أنتون قبل خروج إلى الفاصل كنا نتحدث عن الحراك الاجتماعي هل هو فيه تراجع أم أنه هناك حالي معين هو يراكب هو يعيد تشكيل نفسه من جديد لأن هذا الحراك في حين سلطت الأضواء عليه وكان بالفعل جديد على إسرائيل لأنه في النهاية والكل أجمع أن هذا الحراك سيوجه الأسئلة الصعبة لأنه هناك ربط ما بين الاحتلال والميزانيات هناك ربط ما بين الاستفان والميزانيات فهذه الأسئلة كلها كانت من المفروض أن تطرح فهل هذا اليوم فيه تراجع خاصة أمام حكومة يمينية من هذا النوع التي شنت هجوم عن هذا الحراك من أجل تشويه هذا الحراك وعدم تجريد المجتمع الإسرائيلي باتجاه يعني إذا كنت تقصد بالتراجع من الناحية الشعبية ناحية الشعبية يعني يجوز أن هناك تراجع ولكن هذا الحراك لا يزال مطروحا أمام من حيث المضامين الآن حصلت أنا أعتقد أنه حصلت نقلة نوعية في حملة الاحتجاج من حيث المضامين لأنه أبرز الآن رموز هذا الاحتجاج يقولون أنه نحن نعود إلى الاحتجاج وفي نيتنا أن ننتهك ما يسمى بالنظام العام هذا النظام العام هو الذي يخدم الحكومة ويخدم الشرطة والشرطة تخدم المؤسسة وتخدم أصحاب رؤوس الأموال يعني هنا توجد نقلة نوعية وأنا أعتقد أنه يمكن البناء على هذه النقلة النوعية وانتظار ما ستسفر عنه لأن الحديث يتم عن أن هذه الحملة ستستأنف بقوة أكبر مما كانت عليه في الصيف الماضي في الصيف الحالي يعني يجب أن ننتظر ونرى أنا أعتقد أن هذا الحراك سيتسع على مستوى باستطاعة هذا الحراك أن يجند حول مجموعات أكبر باستطاعة ولكن يبقى السؤال الذي لا نملك جوابا عنه هل باستطاعة هذا الحراك أن يسقط الحكومة أنا لا أعتقد أن الاستطاعة أن يصح ولكن مظاهرة مليون مثلا باستطاعة مثلا أن يتسبب بتقديم حملة الانتخابات العامة وعندها يمكن أن يتخوف ويمكن طبعا فالاحتمالات مفتوحة على كل الإمكانية هل إمكانية تقريب موعدة الانتخابات ما زالت قائمة خاصة في وضعية الإتلافية الحالية وهي كمان يعني هلقدم شربك معكدة يعني ممكن أن الشاس تطلع في أي لحظة وممكن الأحزاب المتدين تطلع بأي لحظة على خلفية قانون الحرديم المتديني أنا أعتقد أن الأولا الإمكانية واردة وأعتقد أنها ستتم فعلا على خلفية النقاش والتصويت على الميزانية للسنة القادمة للسنتين القادمة يعني نهاية العام ستتفجر الأزمة وبداية العام القادم ستكون الأشهر الثلاثة الأولى هي المرحلة التي يمكن أن تجري فيها التقدير ولكن دعني أعود إلى القضية الأهم هناك حراك اجتماعي دار في العام الماضي عندما نزل إلى الشوارع مئات الألوف تحت شعار العدالة الاجتماعية مطلب العدالة الاجتماعية وشعار فضفاض مهم ولكن فضفاض وتغيير سلم الأولويات الاجتماعي وما المعركة كانت بما في ذلك خلال عملية الاحتجاج في العام الماضي على المضمون وعلى الخطاب الذي يمثل أو يقود هذه المعركة أو الذي تنتجه هذه المعركة وأعتقد أن في هذه القضية في قضية الخطاب السائد في الاحتجاج اليوم هناك تطور واسع إلى الأمام تغير يعني إيش تغير هناك المطلب الآن أنه لا يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية من دون أن تلامس القضايا السياسية الرئيسية وفي صلبها قضية الاحتلال والاستيطاع ولكن هناك من العرب عندنا أيضا من خصوصيتنا هنا في الداخل أقول لك كمان أنا لا أشارك بها هذا موضوع إسرائيلي ليس موضوعي أنا أولا أنا أعتقد أن كلما طرحت القضية في بعدها السياسي وفي بعدها الديمقراطي وفي بعدها المعادل العنصرية والقوانين العنصرية التي سنت وفي التمييز ضد الجماهير العربية ومصادرة الأرض وكل ما تريد أن تقول ذلك وأوضاع الجماهير العربية في مطلب المسوال كاملة في الحقوق القومية والمدنية كلما وضعت هذه الأمور من هذا الجانب ستجد كل القوى الأكثر تطورا فكريا وسياسيا تأخذ دورها في هذه المعركة وأنا أقول أن هذا هو الاتجاه الذي نسير باتجاهه ولكن هذا الخطاب لن يكون حصرا على هذه القوى الضيقة التي تقول بذلك هل من مصلحة العرب في الداخل أن يتطور هذا النقاش أن يتطور هذا الحوار أن يتطور هذا الصراع داخل المجتمع العبري نفسه ارتباطا بالحراك الاجتماعي على المدى البعيد طبعا الإجابة إيجابية مصلحة العرب هنا في الداخل أن يتطور هذه الحملة أن تتعمق التناقض الداخل المجتمع الإسرائيلي السؤال المطروح هو هل يستجيب الخطاب الذي تطرحه حملة الاحتجاج الاجتماعي مع الخطاب الذي يعتبر خصوصيا بالنسبة لوضعية العرب في الداخل حتى على مستوى رفع شعار المساواة لأن المساواة لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال رفع شعار إنما من خلال المطالبة بإجهاد الآليات لتحقيق هذه المساواة التي تحيل إلى مثلا اعتراض الفلسطينيين في الداخل على كل صيغة الدولة اليهودية وعلى كل صيغة تعريف إسرائيل كدولة يهودية لكنني أعتقد أن في الآونة الأخيرة مع تطور الخطاب السياسي لحملة الاحتجاج مع المطالبة بتغيير سلم الأوليات بحيث يكون التجديد على القضايا الداخلية ومناهضة الاحتلال والاستيطان مع هذا التطور هناك ستكون حالات استقطاب أكثر فأكثر للفلسطينيين في الداخل وهذا الأمر بات ملموسا في المظاهرات الأخيرة بطبيعة الحل يبقى للفلسطينيين خطابهم في خضم حملة الاحتجاج وانا لا أعتقد أن الخطاب الفلسطيني يتناقض مع خطاب حملة الاحتجاج إنما يساهم في ترشيد هذا الخطاب وفي إيصال حملة الاحتجاج إلى غياتها المنشودة يعني يضاب لهذا فقط لإكمال الفكرة أن الجماهير العربية في إسرائيل ليست متفرج فقط على هذا الخطاب هي جزء من تحويل هذا الخطاب هذا هو السؤال هل نحن يجب أن نشارك لكي نؤثر في نهاية الأمر نحن نطالب بتغيير هذا المجتمع لتطور مواقفهم رمزي أنا أعتقد أن العراب يشاركون يعني أنت أنت تسأل سؤال ولكن هناك كان في نقاش وحتى الآن في نقاش هناك أحزاب لا تشارك يوجد مشاركة عربية على الأقل من أحزاب مركزية يعني تشارك في هذا الاحتجاج هناك نقاش ربما عند بعض الإخوان أنه يجب أن لا نشارك أنا أعتقد أنه واقع الإسلامية تعتبر بخارج ولكن واقع الحال أن العرب شركاء أساسيون في هذه الحملة طيب خليني أقول فقط قضية واحد في هذا الموضوع المعركة الحقيقية كيف تتبلور الآن هي معركة على تغيير حقيقي للنظام في إسرائيل أنا لا أتحدث تغيير النظام بمعنى إسقاط نوتنياهو فقط وتغييره بأولمر تغيير البنية عن تغيير العلاقات الاجتماعية الطبقية وما تمثل في داخل المجتمع الإسرائي على هذا هناك وعي جديد بهذا المعنى بما في ذلك لدى قطاعات لا تقبل كل الطروحات التي أطرحها مثلا في هذا الموضوع ولكن هناك تغيير في هذا الاتجاه والجماهير العربية في إسرائيل في بنيتها الطبقية وفي بنيتها الاجتماعي وفي وقاها الاجتماعي هي أكثر المعنيين موضوعيا في إحداث هذا التغيير من منطلق سياسي وقومي ومن منطلق اجتماعي ولذلك لا يمكن أن تبقى هذه الجماهير خارج هذه الصورة عليها أن تجد الوسائل والطرق التي تعبر بها عن نفسها كجزء من هذه المعركة يصب في نفس الاتجاه وليس في تناقم مع هذه المعركة ومن منطلق أيضا معركتها من أجل إيجاد حل القضية الفلسطينية قبل الحديث عن قضية الفلسطينية أنتون ورح أجي إلها هناك في نقاش بالذات ما بين العربي في الداخل وما بين المؤسسة الحاكمة حول يهودية الدولة كيف من الممكن أن يتماشى شعار يهودية الدولة اللي يطلب في نتنياهو كل المؤسسة هناك إجماع إسرائيلي من كل الأحزاب أو يهودية الدولة وبين ديمقراطية إسرائيل هناك في تناقض في هذا الأمر طبعا تناقض كبير يعني ربما يمكن أن تكون إما دولة يهودية أو دولة ديمقراطية لا يمكن الجمع بين هذين المتناقضين هذه إحدى المعارك شو مستقبل العربي هنا يعني هذه إحدى المعارك التي نخوضها بطبيعة الحال تخاض على أكثر من مستوى حملة الاحتجاج الاجتماعي هي إحدى الجبهات التي تخاض فيها هذه المعركة وهي ليست الجبهة الوحيدة يعني لا يجوز أن نقول أننا لن نكون شركاء في حملة الاحتجاج إلا إذا خاضت المعركة ضد يهودية الدولة لأن المعركة ضد يهودية الدولة تتجاوز حملة الاحتجاج الاجتماعي أنا لم أردت أنا انتكلت من موضوع إلى موضوع في كل قضية الحل أنا أعتقد أن المعركة ضد يهودية الدولة هي معركة حاسمة حازمة لم تحسن بعد ما زالت في عز أوارها كما يقولون وهي معركة لا تنحصر فقط بين المواطنين الفلسطينيين في الداخل وإسرائيل وإنما هي معركة إسرائيل أيضا تجاه الخارج هي معركة مع الفلسطينيين هي معركة مع المحيط العربي هي معركة أيضا مع العالم بأجمعه لأن العالم لا أعتقد أنه اعترف بإسرائيل كدولة يهودية ولا توجد أي دولة يمكن أن تعترف بإسرائيل كدولة يهودية هذه معركة مطروحة أمامنا الآن ولا شك أنها يمكن أن تدخل في سياق انخراطنا في حملة الاحتجاج ولكنها لا تقتصر على حملة الاحتجاج يعني أعسى مخول المخاطر الممكن أن يحمل لهذا الشعار دولة يهودية على العربي في الداخل دعني أقول أن التمسك بطرح يهودية الدولة في العقود الأقدان الأخيرين بشكل بارز هو عبارة عن زرع لغم في طريق الحل السياسي ومبرر لعدم التقدم نحو الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من جهة وتفجير فرصة الحل هذا الجانب ولكن من جهة أخرى هو لغم أيضا في طريق المطلب العادل للجماهير العربية للأقلية القومية الفلسطينية في داخل إسرائيل التي تطالب بمساواتها ليس فقط في الحقوق المدنية وإنما في الحقوق القومية أيضا ولكن علينا أن نأخذ أيضا الواقع أن واقعيا وميدانيا إسرائيل ليست دولة يهودية فقط إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام دولة يهودية فقط إسرائيل لم تكن دولة يهودية بهذا المعنى حتى وفق قرار التقسيم الذي سماها دولة يهودية دولة عربية ودولة يهودية في قرار التقسيم كان يفترض أن يكون في إسرائيل 45% من سكانها من الفلسطينيين صحيح أنهم يحرمون من ممارس حقهم في تقرير المصير في دولتهم المستقلة ولكنهم يطرحوا علامة سؤال على كون إسرائيل دولة يهودية ولذلك كل محاولة لاغتصاب الواقع هذا التي توجد فيه دولة إسرائيل كدولة فيها أكثرية يهودية وفيها أقلية قومية عربية كبيرة اغتصابه من خلالها القانون ومن خلال القرار السياسي واستعمال أكثرية بشكل بهذا المعنى هي محاولة لتغيير الواقع إما أن تغير الواقع أو أن تغير الموقف وفي هذا الصدام في هذه المعركة سيتغير في نهاية المطاف الموقف وليس الواقع. السؤال يبقى ما هو استعداد إسرائيل لتغيير الموقف وأيضا كيف من الممكن أن تندمج أيضا. ليس ما يجري في داخلها إنما أيضا مع محيطها العام هذا ارتباطا أيضا بحرب تموز وذكرى الحرب تموز حول هذا الموضوع كمان راح يكون إلنا محور في هذه الحلقة. المشكلة في موقف ورأة أخرى من روح الفاصل ونعود إلى الحوار. عدنا مجددا إلى الحوار. معنا في هذا الحوار أسام مخهور رئيس معهد أميل تومى لبحاث الفلسطينية الإسرائيلية والبحث أنتون شلحت من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مضار. أنتون قبل خروج الفاصل كنا نتحدث عن أو أنا أنهيت الحديث ونريد أن ندخل في محور جديد وهو حرب لبنان ارتباطا أيضا في تموز وفي أولمرت وسنعود إلى أولمرت في نهاية هذا المحور. حرب لبنان كانت درسا أيضا لإسرائيل وبالذات أن قوة الردع لدى إسرائيل هي تخلخلت نوعا ما في المنطقة. يعني طبعا نحن الآن نعيش ذكرى مرور ستة أعوام على ما اسمته إسرائيليا حرب لبنان الثانية أنا أعتقد أن أهم درس تعلمته إسرائيل من هذا الحرب يرتبط بمبدأ جديد في نظريته الأمنية. هو ما يسمى بمبدأ الدفاع يعني النظرية الأمنية التقليدية كانت تقوم على ثلاثة أرجل الردع والإنذار ثم الحسم. الآن أضيفت رجل رابع هي الدفاع لماذا؟ لأنه في حرب تموز 2006 تحولت مدينة مثل حيفا إلى ما يشبه سديروت يعني انتقلت الحرب إلى الجبهة الداخلية. بزبايا أول مرة يعني عمليا. وكان هناك فشل لسلاح الجو الإسرائيلي في القضاء على قواعد الصواريخ. فعمليا هذه المسألة. الآن طبعا العديد من القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل يقولون أن هذه الحرب حققت إنجازا ما بأنها فرضت الهدوء على الحدود الشمالية. ولكن أحد أهم منظري الأمن الإسرائيلي جيورا أيلاند قال أن مسألة الهدوء غير مرتبطة بنتائج تلك الحرب. إنما بتداعيات في داخل لبنان مرتبطة بالمحكمة الدولية بشأن اغتيار رفيق الحريري. وبما يحدث في داخل سوريا آخر تطورات الأوضاع في سوريا. لدي فقط ملاحظة ثانية. الملاحظة الأولى أن إسرائيل الآن تتحدث عن ما ستفعله في حال اندلاع حرب لبنان الثالث. ويجري التأكيد على أمرين. الأمر الأول تقصير أمد الحرب. لأنه حتى لا يثار الرأي العام الدولي. الأمر الثاني والإسرائيلي. والإسرائيلي طبعا. الأمر الثاني هو أنه في حال اندلاع حرب لبنان الثالثة. سيتم التعامل مع لبنان كدولة كوحدة كاملة. ومسؤولة عن كل صاروخ يطلق من أرضها. وما يسمى أسمية في حين بعقيدة الضحية. بمعنى أن النيران ستصب على كل الدولة اللبنانية. وليس فقط على المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله. وهذا الأمر أكده أخيرا. أحد كبار الضباط في شهر تموز الحالي عندما قام بجولة ميدانية لمندوبي وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقال فيها أنه في حال اندلاع مثل هذه الحرب سنقطح من القرى اللبنانية بدون تمييز. وسنلحق فيها غمارا كبيرا. ولكن أنطون شلحت وعصام مخول عن إسرائيل أيضا. قبل أيام جرى الحديث عن أنه تستعد أيضا إلى حرب ضد سوريا. لشان حرب ضد سوريا. قبلها كان في التهديد والتحديد. في أثناء حرب لبنان الثانية قيل أن أمريكا حثت إسرائيل على أن تهاجم سوريا. بالضبط يعني يجري حديث أيضا عن سوريا الآن. ضمن المتغيرات في المنطقة. ممكن إسرائيل تخاطر وتفوت كمان بحرب على سوريا الآن. وعندها إيران طبعا. أعتقد أن إسرائيل تخطط لحرب على لبنان. يعني إسرائيل تعتبر بالرغم من كل ما تقوله عن انتصار في نهاية المحصلة في حرب لبنان. ليس فقط أن مسألة الردع في مواجهة حزب الله. حزب الله هي التي ضربت. أو المقاومة اللبنانية. وإنما ضرب موقع إسرائيل ومكانتها في المعادلة الإمبريالية العالمية. يعني إسرائيل صورت نفسها دائما أمام المشاريع الأمريكية وأمام المواقع الاستراتيجية الأمريكية أنها رأس حربة يمكن الاعتماد عليه. حرب لبنان هزت هذه العقيدة. وأعتقد أن الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل كان هذه القضية. وهي تريد أن تعيد مكانتها على أنها رأس حربة مضمون في أي مواجهة في الشرق الأوسط. خاصة وأن على إسرائيل تقع مسؤوليات كبيرة في المؤامرة لإعادة بناء الشرق الأوسط الكبير من جديد في هذه المرحلة. وعندما بدأت شنة الحرب عام 1900 تموز 2006. عمليا كانت كوندليسا رايس التي قالت أن هذه الحرب تمثل المرحلة الأولى أو الانطلاقة نحو بناء الشرق الأوسط الكبير. ولذلك إسرائيل تريد أن تلعب هذا الدور في المعادلة العالمية وليس فقط في المعادلة الشرق الأوسط. ولكن هناك متغيرات فيها. هناك متغيرات. إسرائيل لا تستطيع أن تتجاهل هذه المتغيرات. ولكن إسرائيل في ظل هذه المتغيرات. السؤال كيف ترى المتغيرات؟ هي تعتقد أن أي تصعيد جديد في المنطقة وخاصة تجاه سوريا. إسرائيل ستكون لاعبا مركزيا فيه. إما بالسطر وإما بالعلن. ويتقوم بذلك. وخاصة من خلال استغلال المؤامرة لتفكيك سوريا الآن. وتحويلها نطة انطلاق لانقضاض أوسع. بما في ذلك على إيران. في هذه المعادلة إسرائيل تلعب دورا وتريد أن تلعب دورا وتريد أن يتعامل معها على أنها لاعب مركزي. الآن نحن استمعنا إلى قضية ضباط إسرائيليين يتحدثون. ليس فقط أنه إذا جرت حرب على لبنان. أنها ستجري حرب على لبنان. وأن عيون إسرائيل مشدودة نحو الحجة التي ستتخذها. وهكذا أنا أقرأ التصريحات الإسرائيلية. نحو انتقال أسلحة استراتيجية وأسلحة كيموية من سوريا إلى المقاومة في لبنان. ولكن ضمن المعادلة الجديدة أنطون جرحت. في حال عصام يؤكد أنه حسب مصادر إسرائيلية. أنا أعتقد أن هذا جزء من المعادلة الجديدة. قصدي أنه أعادت الاعتبار للشعوب العربية. وهنا إسرائيل أيضا تحسب ألف حساب للشعوب العربية نفسها. لا عبا مركزيا بدنا أو ما بدنا. صحيح أن ما يجري في العالم العربي هو انحرف عن مصاله بالبدايات وما إلى ذلك. هذا موضوع آخر. ولكن الشعوب العربية اليوم لها تأثير لها دور أساسي تلعبه. واللي ما كانتش في الماضي. يعني إسرائيل لا تحسب مثلا دور الشعوب العربية أيضا في أي تخطيط لهجوم على أي الدولة عربية. يعني ربما تحسب ولكن تحسب حسابا أكثر لحساباتها الاستراتيجية. يعني مسألة حرب لبنان الثالثة. يعني يجري الحديث عنها كما لو أنها شبه حتمية. أولا لمسح آثار حرب لبنان الثانية. ثانيا كما قال عسام لإثبات دورها الوظيفة في المنطقة. الآن إذا كانت تأخذ في الاعتبار دور الشعوب العربية. يعني أنا أعتقد أن دور الشعوب العربية يمكن أن يؤثر على جبهات أخرى عداء الجبهة اللبنانية. يعني يمكن أن يؤثر مثلا على جبهة غزة أكثر من تأثيرها على الجبهة اللبنانية. لأنه كما تعلم أن ثورات الشعوب العربية حتى الآن أوصلت حركات سياسية. تعتبر أيضا ما يسمى بالخطر الإيراني. هو خطرا يتهددها بقدر ما يتهدد إسرائيل. يعني هنا يوجد التقاء مصالح وأن بصورة غير مباشرة. إخوان المسلمين في مصر يلتقون بصورة غير مباشرة. نعم يلتقون أيضا مع التروحات التي تطرحها إسرائيل. يلتقون مع الموقف الأمريكي. مع الموقف الأمريكي بدون شك. ولذلك مسألة الحرب على لبنان من أجل تفكيك سوريا. ومن أجل إيجاد نقطة انطلاق لضرب إيرانية. مسألة واردة بكل قوة. ولا أعتقد أن حسابات الشعوب العربية يمكن أن تدخل في نطاق الحسابات الإسرائيلية في هذا الصدد. ليس لأن إسرائيل لا تخشى ردة الفعل العربية. إنما لأن الحسابات العربية تلتقي مع الحسابات الإسرائيلية في هذا الشهر. نسبركي مثلا أن إسرائيل تفكر أيضا في توجيه ضربة في البداية قبل لبنان ممكن. على إيران يمكن أهولها هنا. خاصة أن تصعيد لهجة العدوان على إيران. هي ارتفعت الآن ارتباطا بزيارة كلينتون خلال أيام. سيأتي على إسرائيل. إسرائيل تستعمل قضية إيران والتصعيد من أجل ابتزاز مواقف متشددة أكثر تجاه إيران. ومن أجل أن تبعد الأنظار عن القضايا التي يجب أن تعطي إسرائيل عليها أجوبة. يعني ليس فقط في القضية الفاصلية حتى في القضية النووية. إسرائيل مطالبة بأن تعطي أجوبة في القضية النووية حول سلاحها النووي. وترسلتها النووية. وهي عندما تركز الأنظار أن إيران عندها تبعد الأنظار عن أنها تبعدها. لكنها وضع مريح في حال توجيه ضربية. وأنتو قلت هنا أن كل الأنظمة الجديدة التي تابعة لها أعلان تعارضي يمكن. لا السؤال ليس فقط إذا كانت الأنظمة ستتعارض أم لا. تعال نتحدث عن الشعوب العربية. الشعب السوري غارق في الدم. الشعب العراقي ممزق وغارق في الدم. الشعب المصري خارج ولازال يعيش الأزمة الداخلية. والنظام الحكم يتحدث عن أنه لن يغير شيء في سياسة. وهو سيلتزم بكل الاتفاقات. وهو سيلتزم بموقعها مع إسرائيل. وبالاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن قرأنا اليوم عن تسعة شروط وضعها كلينتوم وضعها أوباما من أجل أن يلتخل. والرئيس المصري الجديد أصلاً قال. هو مع التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك عن أي خطر. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن مخططها للانقضاض على الشعوب العربي. على سوريا ومن ثم على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تأخذ موقفاً حتى الآن. والناتو في الهجوم العسكري المباشر على سوريا. وفي رأيي لا تستطيع أن تتخذ موقفاً في الهجوم على إيران. وأنا أعتقد أن هذه الحرب هي ليست قضية خيارات أخلاقية لا لدى الإسرائيلي ولا لدى الأمريكان. وإنما هي قضية حسابات. هل ستستطيع؟ هل ستنجح؟ إلى أين ستوصل هذه؟ ولدينا من ورائها تجربة العراق وأفغانستان وأماكن أخرى. يعني بالآخر الربيع العربي أنتوني لم يأتي إسرائيلياً بوجهة نظر الإسرائيل. بعيون إسرائيلية خلينا نقول. لم يأتي بأي جديد. طيب لماذا إسرائيل طول الوقت استخدمت هذه الفزاعة الإسلامية؟ يعني هي تستخدمها حتى أولاً تبعت الأنظار عنها. حتى تبقى في مركز الحدث. حتى تهرب إلى الأمام من الأزمة التي تواجهها على صعيد العلاقات الثنائية مع الفلسطينيين وسائر الأطراف العربية. وأيضاً إسرائيل عندما تتحدث عن الفزاعة الإسلامية تتحدث أيضاً عن تيارات إسلامية ترى أنها براجماتية. بمعنى أنها تيارات إسلامية هجينة ليست فقط أصولية. إنما تتبنى الفكر الإسلامي وتتبنى أيضاً الفكر القريب من القومية. الفكر الحديث مثل حركة الإخوان المسلمين. ثانياً إسرائيل تعتمد على أن اتفاق السلام الذي يعتبر رصيداً استراتيجياً مهمة بالنسبة إليها مع مصر. هو بضمانة أمريكية. والإخوان المسلمون في مصر لا يمكن أن ينجحوا في تولي سدة الحكم في مصر. بدون الاعتماد على الولايات المتحدة بتصريحات الرئيس المصري الجديد نفسه. بالنسبة لزيارة كلينتون. قلت أنها ترتبت لتصعيد التحريض على إيران. أنا أعتقد أنها ترتبت بحسابات أيضاً أمريكية داخلية. أنت تعلم أن المرشح الجمهوري سيقوم بزيارة إسرائيل مترومانية. وهذا الأمر يثير قلق الرئيس الأمريكي الحالي مع قرب انتخابات الرئاسة الإسرائيلية. أنا أعتقد أن زيارة كلينتون أيضاً مرتبطة بهذا الملف. وليس أكثر من ارتباطها بمسألة تصعيد الهجوم. وأيضاً بالمخططات الأمريكية. ولكن هناك تدخل أمريكي كبير في قضايا تتعلق بإسرائيل. الرئيس الحكومة السابق أهود أولميرت. قال قبل أسابيع في CNN أن جهات أمريكية هي التي تدخلت وضغطت. وهي التي مولت عملياً عملية إسقاطه عن الحكم في حينه. أمريكا تدخلت لتسكت أولميرت. وليس أولميرت الشخص. إنما أولميرت بما ترحه من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائماً ليس فقط متدخلة في إسرائيل. وإنما متداخلة في إسرائيل. أن أسقطت رئيس حكومة. ربما تنتخب رئيس حكومة. وأعتقد أنها عندما أرادت أن تعتقد أنه يجب أن انتهت الفرصة أمام نتانياه. ويجب أن يصعد. الجديد هنا أن رئيس حكومة سابق يقول هذا الكلام. وليس محلل سياسي أو أحد المقدرين. ولكن لم نكن بحاجة إلى هذه الشهادة. وهي شهادة مهمة. حتى نعرف مدى عمق التدخل والتدخل الأمريكي في السياسة الإسرائيلية. وهذا صحيح في السياسة الداخلية. وهذا صحيح في السياسة الخارجية. عندما تشن إسرائيل حرب. نحن نعرف أن إسرائيل لا تستطيع أن تشن حرب. لا على لبنان ولا على غزة ولا على أي مكان. من دون أن تأخذ الضوء الأحمر الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك في مفهومي هذه القضية كانت محسومة. أنا أعتقد أن أعلق بشيء عن قضية الإسلام السياسي. الإسلام السياسي في مفهومي لم يكن تاريخيا. حتى عندما كانت تبدو أثنائية بين الأنظمة وبين الإسلام السياسي. وكأنه هو الملاحق. وهو الإسلام السياسي بشكل ثابت وبشكل عمودي في التاريخ. كان جزءا من اللعبة التي مكنت من أمرين. من ضرب الديمقراطية وحقوق الشعوب في داخل البلدان العربية. وضمان التبعية للولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجياتها في المنطقة. هذا كان قبل هذا الحراك الشعبي. وهذا سيكون أكثر بعد الحراك الشعبي. هذا في نهاية الأمر أيضا أنتون. إسرائيل كيف تتعامل مع المتغيرات في المنطقة؟ أو كيف ترى مثل هذه المتغيرات؟ بالنسبة للتأثير عليها وعلى سياستها؟ هل تريد إسرائيل في نهاية الأمر أن تندمج في المنطقة؟ إسرائيل أصلا لم تقام هنا. هذا رأيي الشخصي لكي تندمج. يعني في ذلك وربما هذا التصريح يكون خطيرا. مثل ممالك الفرنجة في حيني. الأمر الثاني إسرائيل ما زالت تتعامل مع أي تغير يحدث في المحيط من خلال المنظور الأمني. يعني من خلال أولا النظر في مرآة ذاتها. والتصريحات التي ما زالت متواترة الآن عن كبار المسؤولين الإسرائيليين. أن إسرائيل لا يمكنها إلا أن تعتمد على نفسها من أجل الدفاع. من أجل حماية وجودها. هذا الوجود الذي تعتبره أنه مهدد. لأن العرب لا يريدون أن يعترفوا بالدولة اليهودية. وبحق اليهود في العودة إلى وطنهم التاريخي. هذه هي الرؤية الإسرائيلية التي تحكم مفاصل السياسة الإسرائيلية. ولكن في نهاية الأمر هناك منطقة. كيف تتعامل إسرائيل معها؟ يعني هي تتعامل معها أولا كما قلت من خلال هذا المنظور الأمني. ثانيا من خلال محاولة الوصول إلى اتفاقات أو إلى اتفاقيات هدنة. مع مصر توصلت إلى مذل هذه الاتفاقية مع الأردن. لا توجد هناك نزاعات أو صراعات جغرافية بالمعنى الحقيقي للكلمة. الصراع الرئيسي الموجود في المنطقة هو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما هو صحيح حتى الآن. أن إسرائيل تعتبره أنه صراع غير قابل للحل. ولذلك هي لا تسعى لأن تحله. وإذا كانت تدخل في خضم مفاوضات أو جولات مفاوضات جديدة. لأن هناك تضافرا لبما لظروف داخلية وظروف ثنائية أو ظروف إقليمية. وليتضطرها إلى خول هذه المقارنة. هذا الأمر الذي يقوله عنه أنتون هو يعمق الأزمة داخل إسرائيل. لا تستطيع إسرائيل الاستمرار في التهرب من دفع مستحقات السلامة. أنت سألت في البداية سؤالا آخر. هو أين الأزمة؟ ومتى تشعر إسرائيل في الأزمة؟ الإسرائيل ستشعر في الأزمة عندما يتخذ الفلسطينيون موقفا مواجها لمستحقات سياسة الرابط الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلية والاستيطان. كيف سألت في الأزمة أكثر من الإسرائيل؟ عندما يتخذ العربي. أنا لا أعفل الفلسطينيين. ولكن اتخذوا مواكفهم. لما بحك في التلفزيون الفلسطينية يجب أن أقول ذلك للفلسطينيين. لأنني أعتقد أن إشعال المقاومة الشعبية بشكل حقيقي وليس فقط بشكل مبدئي. هو مطلب رئيسي. من دون أن تشعر إسرائيل أن الاستقرار الذي تريد. الذي تتغنى به فلسطينيا وتتغنى به في المنطقة الشرق الأوسط. بفعل هذا الوضع المريح مع الأنظمة العربية. أي نظام عربي يخلق أي توتر لدى الإسرائيليين الآن. الكل يتعاون مع إسرائيل. الكل يتماشى مع السياسة الإسرائيلية. الكل يساير الموقف الإسرائيلي أكثر من ما يساير الموقف الفلسطيني. من بين الأنظمة العربية. حتى أحدث عربية. ولذلك من دون أن تتغير هذه المعادلة. من دون أن تتغير هذه المعادلة. لن تعود القضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة. ولذلك ما يقوم به الفلسطينيون من جهة. واستعمال نقطة القوة. مصدر القوة الأساسي أن الفلسطين بمقدورهم أن يرفضوا أن يكونوا لاعبا في هذه المعادلة الأمريكية. وليس الإسرائيلية. الأمريكية. ومن دون أن تتخذ الدول العربية موقف يرفض هذه المعادلات التي تفرضها السياسة الأمريكية في المنطقة. لن تقوم قائمة ولن تتعين إسرائيل. بس ما فاتت أكبر دول العربية اليوم. الحكم المصري الجديد. أعلن كمان مرة أنه يتحالف استراتيجيا مع المعادلات المتحدة الأمريكية. من قال إن هذا الحكم هو جزء من الحال و جزء من المشكلة. لكن فلسطيني في نهاية الأمر أنتون. هل يستطيع لوحده الذهاب والصراع؟ يعني أولا يستطيع أن يفرد مثل هذا الموقف على هيئات مثلا. الدول العربية. على هيئات الجامعة العربية. نقطة الانطلاق الأساسي. الجامعة العربية انشغلت. طوال الوقت في القضية السورية. يجب أن يكون هناك هذا لا يعفل فلسطينيين. في إيصال السلاح القطري للثوار في سوريا. ما يسمى بالثوار. نعم لا يعفل فلسطينيين من ضرورة اتخاذ مثل هذا الموقف الحازم. يعني الظروف الموضوعية حاليا ربما لن تتيح إمكان فرض مثل هذا الموقف على كل المحيط. ولكن هذا لا يقول أن هذا الطريق هو ليس الطريقة الصحيحة الذي يجب أن ننتهجه. الآن يعني بالنسبة للنظام المصري الجديد. النظام المصري الجديد. النظام السابق كان جزءا من المشكلة. ويبدو أن نظام المصري الجديد سيبقى جزءا من المشكلة. ولكن أقول فقط جميل واحدة أن الشعوب العربية لم تقل كلمتها نيائيا بعد. وعلى الحكام الحاليين والآخرين أن يحسبوا ذلك لذلك. نعمل 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 لذلك أصلا. إذا كل التغيرات في الشعوب العربية والفترة هذه اللي صارت بعد في تغيرات. يعني لا أحد يعرف نعمل أن تكمن بالفعل هناك تغيرات. عسام مخول وأنتون شلحة نشكركم على المشاركة في هذا البرنامج. عزائي المشاهدين نلتقي بعد شهر رمضان المبارك. نخرج في هذا الشهر في عطلة لبرنامج نظرة من الداخل. أولا كل عام والجميع بخير. إلى أن نلتقي بعد شهر رمضان مني رمز حكيم ومن طاقم البرنامج. أجمل تحية وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة